اشتركوا في القناة نقول الرحمة واجبة في حدود وبتعبير آخر الرحمة واجبة في صور كثيرة وتدل على ذلك الكثير من الروايات المعتبرة ومنها الآن نقرأ هذه الرواية ولاحظوا ونشوف كيف يمكن أن نتعاطى معها ونتعامل معها لكن دعنا نتدبر فلنكون في جو الرواية قبل أن نطلق للتحليلات الرواية تقول كما في الكافية الشريف أيما مؤمنا لاحظوا أيما مؤمنا منع مؤمنا شيئا مما يحتاجه من عنده أو عند غيره يعني تارة أنا أستطيع أن أوفر له المال أو أتوسط له ببذل ماء وجهي لتوفير فرصة عمل أو دفع ظلامة عنه أو تزويجه وهو بحاجة إلى الزواج أو غير ذلك تارة أنا أستطيع أن أنا أمارس هذا الدور فأقضي حاجته تارة أتوسط عند الغير أيما مؤمنا منع مؤمنا لعل كان هذا هو نصر الرواية أيما مؤمنا منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو عند غيره لاحظوا العقوبة الشديدة الغريبة أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه أنتوا تصوروا الشخص الآن وجهه يكون قطعة من الليلة المظلمة وكم يكشف عن خبث باطنه أيضا يوم القيامة يقام هذا الرواية كلش قوية وبمضمونها كثير من الروايات ما كان نقاش أصلا في سند هذه الروايات لأن نوقش في أحدها لا يناقش في الثاني الاعتباره ولأن نوقش في مجموعها ولا نقاشا كثير منها معتبرة أو العديد منها معتبرة فإنها إجمالا متواترة أقامه الله يوم هذا مؤمن واحد لا منعه عنده حاجة أجل يتزوج وأنت تقدر تتوسط تتكاسل لا سمح الله ذاك البعيد أو ظلم يراد سجنه ظلما أو يراد ضربه ظلما وأنت تقدر تدافع عنه أو تستطيع أن تقول كلمة وإن وقعت في بعض الحرج أو العنة أو الزحمة ما يخالف أيما مؤمنا أو يحتاج الأمال وتقدر تساعده قرضا هبة بأي طريقة من الطرق توسطا أيما مؤمنا منع مؤمنا شيئا مما يحتاجه وهو يقدر عليه من عنده أو عند غيره أقامه الله يوم القيامة والعياذ بالله مسودا وجهه مزرقة عيناه الزرق يخلون معروف الأزرق لكن معنى هذه الكلمة حسب تحقيق بعض المحققين مو أنه مجرد عنصير زرق وإنما أن تنقلب عينه فيكون البياض هو البارز والبياض يكون أزرق يصبح منظر مخيف موحش تصور واحد وجه قطعة من السرق وعين منقلب يعني بياض العين هو الذي في الواجهة وهذا متحول إلى لون الأزرق موحش مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه ثم يقال له هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار رواية كلش غريبة رواية كلش غريبة ومخيفة في الوقت نفس مو رواية واحدة ورواية روايات كثيرة ولذا قلنا الرحمة هو واجبة في حدود وفي صور كثيرة ثم يؤمر به لأن هذا خائن ليش خائن سؤال ما وجه الخيانة الخيانة أن الله يطلعك فلوس هاي أمانة أنت مستودع فيه نحن مستخلفين في هذه الأموال مو أموالنا وإن كان اعتبارا الله تفضل علينا أعتبر لنا ملكية لكن هو المالك الحقيقي نحن في طول ملكيته مالكون هاي أمانة ما الوجه أمانة العلاقات الاجتماعية اللي عندي أمانة من اللي منحني هذا رزق من الله إذن هذه أمانة بيدك ليش خنت فيها هاي الأمانة أيها البعيد لماذا دخنت فيها ظل عباد الله لماذا لم تخدمهم لماذا نمت عنهم لماذا لم تساعدهم ظل اللاجئين ظل المهجرين الأيتام الأرامل مو قلة الناس حقيقي يعني المبتلون منهم بكثرة كثرة كاثرة حسب الإحصاء الآن في موجة هاي النازحين الأخيرة في العراق وفي سوريا أيضا من هذا البرد وسكثير مننا الحمد لله محصنين إما بالملابس أو بوسائل التدفئة لكن كثير من الناس خاصة ظل النازحين أيضا كثير من الناس من عامة الناس أيضا من الفقراء البرد قارس شديد حسب الإحصاء الرسمي في العراق واحدة من النازحين من نازحين من موجة السقيع هذه الأخيرة ستين طفل والشخص ماتوا ماتوا الموت كلش مؤلم يعني الموت بردا لنسان هو ما يموت في نفس اللحظة كم عانى وكم تأذى وكم اضطرق وكم تأذى أمه وأسرته ومات ستين واحد المقلين قالوا ستعاش لكن لعل الإحصاء الأدقوا ستين واحد هذا في العراق في سوريا يقال سبع وعشرين هذا ما وثق غيره كثير كم من الأيتام ملايين الأيتام موجودين في العالم ألا أستطيع أن ولو إمكاناتي كانت قليلة لكن في حدود إمكاناتي أن أقدم شيئا أن أفعل شيئا شكرا